جال السيدات عندنا بكرة أول ماتش طبعا في دور الستاشر في ثمن النهائي طبعا السيدات هيلعبوا مدينة ناصر مباراة الأولى بكرة مباراة الزهر هتلاقف في نادي الأهل مقر نادي الأهل بالجزيرة صالة الشهداء الماتش التالي هتلاقف يوم السبت إن شاء الله في مدينة ناصر طبعا كل التمنيات لفريق السيدات يمكن النادي الأهل احتل الصدارة أيضا في المجموعة بتاعته كان مع الغابة والزمالك والصيد احتل الصدارة وبناء على كده اتقاهل لدور الستاشر طبعا كان المدينة ناصر اتقاهل من كان معاه سبورتينج والزهور ومصر للتأمين طيب لازم تبقوا عارفين حاجة أن فريق السيدات السلادي عامل موسم من تقالي كابتراقوف عبدالي قادر كان معنا من حلقتين وسبع صفقات جديدة من أصل 14 لعبة بتتسجل في الفريق يعني نصف الفريق قوامه جديد فالفريق محتاج صبر ما فيش أبدا فرقة بيبقى فيها عدد الصفقات دي طب هتقولوا ليه عملنا الصفقات الكتير دي لو فكركم كابتراقوف قال أن السلادي أول سنة يطبق الاحتراف في السيدات فكان كل اللاعبات فريق فبقى عندك أثبتين أزمن أنت عايز تحافظ على اللاعبات اللي عندك وفي نفس الوقت عايز تحصل على خدمات أحسن لعبة في مصر لأن الموسم ده هيحدد بشكل كبير الثلاث موسم اللي جاية فكان لازم أحسن يعني لعبة تكون موجودة أو أحسن لعبات يكونوا موجودين مع الفريق وده يمكن هيخد شوية وقت عندنا ما فيش مشكلة خالص لسه الموسم طويل